أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة أضف جبالي أن اللجنة الخاصة سوف تدرس بنامج الحكومة وذلك بحضور الوزراء المعنيين وأن تعد تقريرها عنه خلال عشرة أيام على الأكثر تقد الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس وعملاً بحكم هذه الفقرة فإني أعرض على حضراتكم تشكيل هذه اللجنة الخاصة برئاسة سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيلي أول المجلس وعضوية 42 نائباً